لدى استقبال سموه لجموع من المواطنين قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر نحن محظوظون بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ومحظوظون بهذا الشعب الذي شكل بمواقفه درعا واقيا حمل بحرين عبر مسيرتها وأشار سموه إلى أن العالم أصبح يراقب التطورات السياسية المتسارعة ويستقرأ المستجدات لأن العالم يتتبع مصالحه كتلا أو دولا لذا علينا كمنظومة خليجية أن نحافظ دائما على مصالحنا وأول ما يحقق هذه المصالح هو الاتحاد الخليجي وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من رجال المال والأعمال ورجال الفكر والصحافة والثقافة وجموعا من المواطنين وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالدور الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في دعم الاقتصاد الوطني واربا سموه عن الأمل في أن يحقق الاقتصاد العالمي النمو الإيجابي مضيفا سموه بأن أول متطلبات هذا النمو هو تعزيز الأمن والاستقرار لأن ما شهدته المنطقة للأسف في السنوات الماضية من صراعات وحروب قد أثرت سلبا على الأمن والاستقرار وتبع ذلك تأثير عسك أكسي على الاقتصاد فيها بعدها خاطب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الصحافة وكتاب الرأي والأعمدة قائلا سموه منكم التنبيه ومن العمل وأن عملنا المشترك يخدم الوطن ويرتقي به فالمسئولية مشتركة وتقع على عاتق كل فرد منه وانختلفت في حجمها إلا أن مسئولية الحفاظ على هذا الوطن ومكتسباته هي مسئوليتنا جميعا على حد سواء وامتدح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المسئولية العالية التي تطلع بها الصحافة الوطنية في الشأن الوطني وبمواقفها الجامعة وحرصها على الدفاع عن مصالح الوطنية من خلال الموقف المسئول مثنيا سموه على كتاب الرأي والأعمدة ورؤاهم وتحليلاتهم للأوضاع والمستجدات الإقليبية والدولية وبما يعكسونه من خلال كتاباتهم من هموم المواطنين وملاحظاتهم إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكفاءة العنصر البحريني وحرصه على الاستزادة من معين العلم مشيرا سموه التنوع في التخصصات الدراسية التي يحملها أبناؤنا من مختلف الجامعات في الداخل والخارج مطلوب لتنوع أهداف وبرامج التنبية وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين حيث نجحت الجامعات الخاصة أن تثبت أقدامها وتعزز قدرتها وتحظى بالاعتراف الدولي في الكثير من برامجها وهما يبعث على الاعتزاز والفخر وقد أشاد الحضور بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتباره نموذجا فريدا في التواصل مع المواطنين ومثالا يقتدى في القيادة التي تحرص أن تكون إلى جانب شعبها في مختلف المواقف والظروف مؤكدين أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد هيئ أرضا خصبة عززت نجاح البحرين اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وواصلت الترابط المجتمعي فيه